محتبزين في تحباب المثال عام من العنف والدماء والبشاعة هكذا وصف المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المعروف بتحالف رصد مطهر البوديجي العام 2017 محذراً من أن حالة حقوق الإنسان دخلت في عامه الرابع مرحلةً في غاية الحساسية والتعقيد على هامش الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جينيف السويسرية قدم تحالف رصد تقريره السنوي الثالث عن حالة حقوق الإنسان للعام 2017 وهو العام الثالث المنقضي من عمر الصراع الدموي الذي يعصفه باليمن وفي الندوة التي نظمها التحالف بالتعاون مع منظمة سيسا جرى استعراض التقرير الذي تضمن أرقاماً عن ضحايا الصراع والانتهاكات التي سجلها خلال العام المنصر في عشرين محافظة وتفيد هذه الأرقام بسقوط ألفين ومائة وستين قتيلاً وألفين وسبعمائة وثمانين مصاباً بسبب الهجمات البرية والجوية والقنص وزراعة الألغام وعمليات الإعدام غير المشروعة والموت تحت التعذيب والقتل بوسائل أخرى ثلاثمائة وسبعة وثلاثون من هؤلاء القتلى من الأطفال وخمسمائة وأربعة وأربعون طفلاً مصاباً ومائة وأربعون قتيلاً من النساء ومائتين وثلاثة وثمانون امرأة مصابة تصدرت محافظة تعز كعادتها خلال أكثر من ثلاث سنوات من الحرب التي تتعرض لها قائمة المحافظات الأكثر تعرضاً للانتهاكات بثلاثمائة وواحد وأربعين قتيلاً ساقطوا نتيجة القصف العشوائي المستمر على الأحياء مدينة تعز وقراها من جالب ميليشيارة الحوث الإنقلابية إلى جانب المواجهات وأعمال العنف الأخرى بحسب تقرير رصد تلتها محافظة الجوف وحجة وصنع ومأرب وشبوى وصعدة والبيضاء والظالع والحج والحديدة الضربات الجوية لطيران التحالف تسببت في مقتل مائتين وسبعة وعشرين مدنياً وإصابة 155 آخرين كارثية الأخطاء الجانبية لقصف التحالف التي لفت إليها تقرير رصد ليست وحدها ما يوسع نطاق الانتهاكات من جانب هذا التحالف بل تضاف إليها بنظر المراقبين ممارسات ذات طابع سياسي وأمني تكرسه كأحد الأطراف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان عبر عمليات واسعة من الإخفاء القسري والتعذيب في سجون سرية عديدة وإطلق العنان للجماعة المسلحة التي تشيع الفوضى والقتل في المناطق التي يفترض أنها محررة من جنوب البلاد